الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعد أما بعد سأل يسأل أن حكم كتابة أسماء الله الحسنى والآيات القرآنية على جدران المدارس ومحاولات الكهرباء والجسور وتعليقها في المجالس شاعة هذه الأمور مع أنها لا أصطلها في دين الله عز وجل بل هي من البدع والمحدثات وزخرفة المساجد وغيرها وقد أفتع علماؤنا المعاصرون لما كثرت هذه الظاهرة بتحريم هذا الفعل وأنه من البدع والمحدثات منه شيخنا محمد وصالب الثمين رحمه الله تعالى سجدت له خطبة ثانية وأنا بنفسي فرقت لذاك الزمان قبل نحو 40 سنة ووزعت وضعت لها عنوان أنا بنفسي حكم تعليق آية القرآن على الجدران بيّن مفاسد هذا الفعل وأن الله جل وعلا ما أنزل القرآن لتزين به الجدران ولا أن يفعل به هذه الأفعال حتى يظهر الخطات مهارة في الخط بل هذا كله من المحدثات ومن الامتهان لكتاب الله ولأسماء الله الحسنى تتعرض هذه الأسماء وهذه الآيات للزبالات وبقايا الحيوانات وكتابة بعض الناس عليه الكرام البذيء كل هذا المسلم في غنى عنه الله جل وعلا ما أنزل القرآن حتى يمتهم بهذه الطريقة فعلى المسلم أن يتق الله عز وجل وأن يسعى إلى تذكير الناس بأن هذا الفعل ليس بمحمود وكما قيل كم مريد للخير لم يبلغه بعض الناس يظن أن هذا الفعل فيه أجر وثواب فتأمر مثلا ناظرة المدرسة أو مديرة مدرسة أو مدير المدرسة بأن الجدران المدرسة كلها تكتب على أسماء الله الحسنى وبعض الناس يدفع أثمان غالية في تعليقي بعض الآيات آية الكرسي ونحوها وبعضهم يكتب مثلا الله محمد وهذا يعني فيه بعد أيضا مساواة بين الله عز وجل وبين محمد صلى الله عليه وسلم يعني الله محمد ليس لها معنى لا إله إلا الله لها معنى محمد رسول الله لها معنى لكن الله محمد هذا ليس له معنى ليست جملة مفيدة فلذلك يجب على المسلم أن يتنبل هذا وأن يحذر المسلمين من هذا الفعل وأن يحتسب الأجر والثواب بنشر هذا الكلام حتى ينتشر الوعي بين المسلمين والله أعلم ترجمة نانسي قنقر